العميد مرجاني كبير. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا ساتة العميد. مساء خير يا فاند. ازاي حضرتك. كابتن عدل ازاي حضرتك. بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد. انت مشغولي لمين دول كل يوم بتفتتح منشاقة رياضية لخدمة اه اعضاء الاهلي وجماهيره ومصر. تفضل. والله يا كابتن يعني اه هو الحمد الله ومشانا اللي راح يصابه انت مجلس ادارة في اصابة في اصابة مجلس ادارة ملتزم انتزام يعني اه تم قدام اعضاء جماهيره وقام جماهيره ببرنامج انتخابي كان اه اه حفظ وضعه هو ومجلس ادارته برنامج عائلتي الاهلي النهار هذا انك كنت لسه بنقول اه الاعضاء جماهيره جابوا بس البرنامج هيلاقي اله دي 60 او 70 في المية من الانتزامات في البرنامج التي تتنفذ الحمد وضي الله بالعالمين ده على المستوى الاجتماعي. اهه. من انتزام حاجت بتقول اللي الاهلي مش شغال في المحط رياضي فقط لغير او كرة قدم بس لا بنادي الاهلي بيقوم بدوره الوطني كمؤسسة وطنية من 1907 موجودة لها دور في المجتمع طربوي لها دور في المجتمع رياضي لها دور في المجتمع قدوة ازاي يعني شبابنا يبقى فيه قدوة يحتاجوا بيها. النهاردة عندك مصر بتسلم رياسة الاتحاد الافريقي في هذا الاسبوع في نفس الوقت لنادي الاهلي بينظم ثلاث بطولات افريقية بداية من بكرة ان شاء الله بإذن الله بطولة السلة وفي دلوقتي الاجتماع الفني كغيال وفي الوقت الحالي بكرة اول مباراة في بطولة افريقيا للسلة ثم بعد ذلك بطولتين رجال وفيادات للقرة الطائرة في الوقت اللي مصر تسلم فيه رياسة الاتحاد الافريقي. وده دور النادي الاهلي على السعيد زي ما حالك الاخر الانشآت وتطول الانشآت بطئيس النادي الاهلي كتبعهم وخطيب وعد بيها وطبعا يعني عارفين اكثر مني طبعا كلمة الكابتن قالها لازم بتتنفذ فنجلس اطارة بصرق الزمن ادارة انفيزية تتحرك في كل مكان الحمد لله رب العالمين بتعاون هو ده اللي احنا بنشوف نتيجة النهاردة اول حاجة عشان خاطر نعمل مشروعات مشروعات الاسيائية اول مؤسسة لثقة النادي الاهلي فيها وثقة كل المصرين المؤسسة العسكرية لقوات المسلحة تم توقيع البروتوكول مع جهاز الخدمة وطنية المشروعات لاشراف الكامل ويعني القيام بالاعمال الانشاء اللي نجي الاهلي بداية من اصوار بداية من اماكن جميل جديدة تطوير البنية التحتياب الكامل للنادي ده كل ده خدمة العباء النادي معانا في معانا في الشفافية وضمان الجودة وطبعا ده نمرة واحد وبرضو الالتزام بالوقت انه هو اكثر اكثر الالتزام المهاردة احنا بنسلم صالة القراطية دي كانت حلم لاعباء واسرة القراطية بقالها اكثر من عشر سنوات مش اقول المهاردة السنة اللي فاتت اولا بها لا بقالها فاقة طويلة جدا كابتل محمود وعدهم في البرنامج الانتخابي اللي هتكون اول حاجة هتكون في صارة القراطية وفعلا بالفعل المهاردة الاتفاحة بنبركدوهم بنبركد الدكتور مراد عاصم رئيس الجهاز كابتل رفعت بالقادة المسيط الرياضي وطبعا دكتور مهند عضو مجلس دارة اللي هو البطل العالم في الكراطين كلهم شاركوا فنيا من ناحية المشاركة الهندازي في الانشآت طبعا جهاز الوطنية المشروعات ده الناتج النهاردة واتشرفنا طبعا بوجود الساد الوزير الشاب المشهد جدا اللي بيتحرف كل مكان دكتور أرشب صبحي كان معنا النهاردة في الاسفتاح فطبعا حاجة كانت مشرفة لو هتلاقي النهاردة في افطال الكراطين النادي الاهلي في افطال الكراطين الكبرات الخاصة النادي الاهلي فكل ده النادي شغال في اتجاهات مختلفة النهاردة عندنا الصبحي كان فيه المؤتمر بتاع الطبي مؤتمر طبي رياضي تحت اشراف الدكتور محمد شاو اللي بيتحرفة طبعا وفي نفس الوقت عند حاجة الاجتماع الفني افطال الكراطين ففي احداث كتيرة بتتحرك فيها النادي الاهلي في كل المجالات مجموعة من القرارات كلها قرارات بتبني كلها قرارات لها دور في المجتمع النهاردة انت بتجاهز تباح عشان خاطر بطل اولمبي يمكن انا بنتكلم في هذا الكلام نازم الانتحدات يبقى لها دور نازم وزار شعوب رياضي لها دور لكن الانت الاهلي برضو لغاية اما يكون الواحد يبنسوه عن دوره واقف جنب البطل بتاعه الاندارات الاولمبي عشان خاطر لغاية شهر 6 هي وقت امريكا استعداد الانتجاه اكثر من اتجاه مشاركة فريق كورت الماية في البطلة العربية طائرة سيدات عنده استعداد بطل افريقا نهاردة رئيس النادي بيقعد مع الفريق بعد القصيرة في البطلة العربية حصل على المركز الثاني طرعا النهاردة الاهلي اللي اقبل الى المركز الاول عشان خاطر نهاردة رسالة بتوصل لبناتنا وبتوصل لفراءنا وبتوصل لكل المشاركين وكل اللي بيحملوا اسم النادي الاهلي من رئيس النادي دي بطولة لكن احنا عندنا بقولة مهمة الفترة اللي جاية مجلس الدارة على معذكر ليه ومتصير باس أدل البطولة نفس القصة الرجال فانت بتتحرك في كل التجاهة فربنا يوفق ان شاء الله وهارجع أول تاني هذا المجلس يصابق الزمن لتحقيق البرنامج الانتخابي اللي تم وعد أعضاء الجماعية العمية ما يخص المنشآت ويمكن السؤال اللي دايما افتتاح أعمال الأسوار والبوابات يا سادة العميد هل في معاد محدد ليه ولا لسه طبعا المشاهد تاني على الكامل دايما بيارد كل فترة كل عشر تيام تابعتها مع مجلس الإدارة احنا النهاردة سلامنا الأسوار سلامنا الصالة في القرافين خلال عشر تيام بإذن الله هيبقى فيه الأسوار بالنسبة للمقار النادي الكبيرة وفي نفس الوقت برضو هيتم طرحها للإعلانات وده برضو هيبقى زيادة الموارد وزيادة الدخل للنادي الأهلي عشان خاطر برضو يعتمد على نفسه في تنية موارده يعتمد على نفسه في توفير كافة احتياجاته المالية وفي عندنا بصفة باندارة العميد الحمد لله قائم بهذا الضلم على الإبارة المالية الحمد لله النهاردة الأسوار خلال السطرة القادمة عشر تيام أفضل يوم بالكتير هنبدأ بنتحرك فيها القرحة في مزايدة عامة عشان خاطر الإعلانات نفس القصة خلال أيام برضو هنعلن عنها قريبا اشتتاح منطقة التلوث في مدينة نصر ودي برضو كان الرئيس النادي وعد بيها عشان خاطر الزيادة لعددية الأعضاء النادي والحمد لله يمكن على مدار السنة اللي فاتت الخدمات اللي اتقدمت من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبصراحة المجهود اللي بيبذلوا العاملين في النادي الأهلي من أصغر عامل خلى وشجع عضاء النادي الأهلي اللي هم فعلا يجوا يخرجوا في النادي يجوا موجود في النادي ابني وولادنا وموجودين داخل أسوار النادي وهو أأمل حاجة لنا يبقى متوفر لي كل الخدمات اللي محتاجها من منافذ من نشاط رياضي موجود فيه شاشة فلمة اللي موجودة من رحلات موجودة اللي كان عامل دور على أعلى مستوى لجمة المرأة موجودة النهاردة بكرة عندنا المستشفى لهي في مؤتمر عشان خطر المرأة والتراثان الدور الإنساني الحضاري الحقيقي هو ده انت تتحرك في كل مكان عشان تتطر بتعمل دور البلد محتاجا من النادي الأهلي في الوقت ده لشعبيته وجماليته فانت بتوصل الرسالة وكامل دورك انت بتبني زي ما احنا بلدنا ماشية في اتجاه اللي هي بتبني انت مرضو بتبني بتربع أجيال بتلجأ بتحترم لوائحك بتحترم القوامين ازاي بتوصل لهم الرسالة دي واحنا متهالي الفترة اللي فاتت نحن بنؤكد على هذا الكلام وان شاء الله بإذن الله انا متأكد اللي هيبقى فيه نتيجة لان احنا ندعى ثقة كاملة بكل مستوى الدولة لكل بيساعد نارضة دكتور أشف صبحي اولا ما كانت محمول خطيب رئيس النادي الاهلي وجه الدعوة على الفور كان مرحب جدا جدا وساعدته كانت بينه اللي هو فيه اتحاج فيه شغل بيحصل فيه نتيجة تتحرك فان ربنا يكرم ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ويعني ان انا اؤكد وادعم قولك بان النادي الاهلي يقدم للمجتمع كل الدعم السلوكي والاخلاقي والرياضي ومش بس المنشآت واولها ذلك النموذج الرائع من ضبط النفس والرقي في التعامل ومقابلة الإساءة بحسم ولكن بدون تجاوز اعتقد النادي الاهلي يعطي النموذج الذي تحتاجه مصر ويحتاجه شباب مصر الفترات الحالية والقادمة مشاكرين هو ده انتوا بتعلمونك في العدل هو ده اللي حتى تعلمنا منك وهو ده الرئيس النادي متمسك به وهو ده الرئيس النادي بيضغط علينا عشان خطر ضبط النفس ولكن في الاخر الناسج احنا بيشوف الرضا بيشوف ولادنا النهاردة اما تيجي تقوله التزم باللوايح التزم بالقوامين هو بيالتزم لانك انت فيه قدوة في الاخلاق هو ده الناس كلها بتمشي وراها ان في الاخر خالص لا يصح الا الصحيح وبرضو على الهامش لازم نقول برضو اللي بكرة فيه في مدينة ناصر ان شاء الله بداية من الساعة اثنين مؤتمر طبي ومؤتمر لزول كدرات الخاصة برضو ده دور من المجتمع المجتمع اللي احنا بنقدمه لخدمة اعضاء النادي الاهلي والكدرات الخاصة وازال بالاضافة الى المؤتمر بهاية اللي هيكون موجود في مقارة جزيرة فانت على مستوى المقارات النادي الافرع الثلاثة شغالين على مستوى الافرع تقديم خدمات لأعضاء الجماعة العومية تقديم خدمات للمجتمع المصري تقديم خدمات لأولادنا اللي هم فعلا امانة في رعبتنا كلنا ان شاء الله بإذن الله وطبعا كل ده كان واضح يا سيد العميد في الاقبال الكثيف جدا على العضوات الجديدة يمكن قبل حتى من سعر الجديد ما يسري كانت المسألة فيها اقبال كبير جدا الحمد لله طبعا السيد بريم الكفراء وصد محمد الجرح وصد ضمات عمين مجهود عمل وعمل الحمد لله ربنا يتمار الخير بس ويحفظ السابت الساعة 4 العصر اجتماع مهم لمجلس الإدارة طارق دعاله الكابتن خطيب ان شاء الله بإذن الله هل فيه اي تفصيل عنه ولا بحث الموقف الحالي خلينا يوم السابت ان شاء الله بإذن الله من الزباح حدث انتو طبعا فيك كل حاجة يوم السابت بإذن الله وبعد وبعد الاجتماع مجلس الإدارة طارق فيه مجموعة من اللقاءات برضو خاصة بي الأعضاء الناجي الأهلي خاصة بي الكامل العمال الناجي الأهلي كل يحنا بتحرك وبقول لها حراك احنا بنتابق الزمن الجدوى الأعمال يوميا والجميل برضو اللي أنا بقول اللي بأتكلم فيه لحنا شاء الله بروح فريق معرض عندك شابتن دوار نبيل رئيس اللجنة العليا لمرض بكرة بعد أفروسيا عندنا دكتور محمد سراج سيدات عندنا دكتور كرة طيرة سيدات أفروسيا عندنا دكتور مهند كرة طيرة رجال اللي جان بتتحرك في كل حفة ده الناجي الأهلي ده التنحون خطيب ومجلس إدارته اللي بنوصله للشارع المصري اللي بنوصله لكل الأهلوية اللي بنوصله للمجتمع المصري ادعو لنا وربنا يكرم إن شاء الله بإذن الله ودايما طول ما قصر النادي الأهلي مع بعض طول ما جميعين النادي الأهلي مع النادي الأهلي إحنا إن شاء الله ماشيين بنفس الخطوات ما بننحكش عنها إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي